13 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين في مسافر يطى جنوب الخليل مستخدمين الخيام والكرفانات مع توفير خدمات كاملة من طرق ومياه وكهرباء وآخرها كانت بؤرة جديدة على أراضي خربة الحلاوة التي تقع في قلب المسافر الليلة الماضية كان هناك إقامة بورة استيطانية جديدة في منطقة مسافر يطى بالقرب من منطقة الحلاوة هذه المنطقة التي سيطر عليها هذا المستوطن ستكون كحجر أساسي في هذه المنطقة من أجل الضغط على السكان ومنع السكان من الذهاب وأياب إلى مناطق مسافر يطى بالتالي هذه ستكون بالفعل كشوكة في حلق سكان أهل المسافر يأتي إنشاء هذه البؤرة كخطوة استراتيجية لربط المستوطنات الكبرى الست في المسافر ببعضها البعض حيث ساهمت هذه البؤرة جديدة في سيطرة المستوطنين على ألاف الدنومات من أراضي الفلسطينيين مما يضيق الخناق على المواطنين ويزيد من معاناتهم هذه المناطق تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين الغلال اللي هم يسمون شبان التلال الذين يقومون بسرقة مواشي المواطنين الذين يقومون بالاعتداء على بيوتهم الذين يقومون بتخريب محاصيلهم الزراعية الذين يقومون بسرقة الثمار الزيتون في ظل هذا الوضع الذي يحتاجه المواطن الفلسطيني من هذه الثمرة ثمرة الزيتون التي تعتبر غذاء أساسي لهؤلاء المواطنين بالتالي هم يمنعون من الوصول إلى محاصيلهم الزراعية إلى أشجارهم التي يحتاجونها بشكل هام جدا لا شيء يوقف آلة الإجرام والزحف الاستيطاني المدعوم من حكومة اليمين المتطرف تقدم أصحاب الأراضي بشكاوى إلى الشرطة الإسرائيلية لكن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن في مشهد متكرر يعكس التواطع المستمر لتهجير المواطنين وتوسيع الاستيطان حمد أبو صبحة تلفزيون فلسطين من مسافر رياطة جنوب الخليل